تفسير رؤية النكاح في المنام ومعنى بالتفصيل رؤية النكاح يحلم بها الكثيرون وبالرغم من ذلك فإن تفسيرها يختلف من شخص إلى آخر كما أن الرؤية من الأمور التي تأتي لكل شخص بمثابة الرسالة التي تجعله يقرب من شخص أو يبتعد عنه أو يحترس من شيء ما حيث أن رؤية النكاح للفتاة تأتي على نحو يختلف تماما عن رؤية المتزوج للنكاح أو رؤية الزوج للنكاح فكل إنسان يتمنى النكاح في الواقع من أي إنسان يرغب فيه لذلك عندما يتمنى الإنسان شيئا في الواقع يمكن أن يأتي من خلال رؤية تعبر عن هذه الرؤية عما بداخله وأن هذه الرؤية توجه إلى الطريق الصحيح أو تجعله يكمل في الطريق الذي يسير فيه وفي هذا الفيديو سنقوم بمعرفة تفسير رؤية النكاح في المنام ومعناه بالتفصيل أولا وبشكل عام النكاح في المنام يرمز إلى إشارة قوية إلى شيء في حياة الإنسان يجب الانتباه له أو الحذر منه ولكن الأمر يتوقف فقط على التفاصيل الواردة في الحلم وما تمر به سواء الفتاة أو الشاب في حياته اليومية وفيما يلي نقدم لكم كل ما يتعلق بتفسيره يدل أيضا على أن هذا الزواج زواج سعيد ومبارك وعندما ترى البنت العزباء أن أحدا ينكح في الحلم فإن هذا يدل على أنها سوف تعيش حياة رغيدة وأن حياتها ستكون سعيدة وعندما ترى أن من ينكح يبكي فإن هذا يشير إلى الفرحة والبركة في حياتها كما أنه يدل على أن البنت العزباء سوف ستنال أفضل الشباب وسيكون زوج صالح وحسن الخلق وعندما ترى أنها ستتزوج ولم تشاهد شكل زوجها فإن هذا يرمز إلى خطوبتها ولكن لم تستمر ولكن عندما تتزوج ولا تعرف من هو الزوج هذا يرمز إلى البركة والخير الكثير عندما ترى البنت العزباء النكاح في الحلم النكاح من شخص فإن هذا يدل على أنها سوف تتزوج من رجل تتمناه وعندما تبكي أثناء النكاح فإن هذا يشير إلى الخير الوفير الذي ستحصل عليه ما تفسير من مشاهدة النكاح في المنام بالنسبة للمتزوجة عندما ترى المرأة المتزوجة أنها تنكح في الحلم برجل غريب فإن هذا يدل على أنها سوف تنال على نفع من هذا الرجل وقد يكون هذا النفع خاصة بزوجها وإن كانت لا تعرف هذا الرجل فإن هذا يدل على أنها سيحدث تغير في حياتها سواء تغير مكان إقامتها أو مكان عملها وسوف يحدث لها نقلة كبيرة وسعيدة أما عندما ترى أنها ستتزوج من زوجها مرة ثانية فإن هذا يرمز إلى أنه سوف ترزق بحمل والنكاح للمرأة المتزوجة في الحلم يدل على السعادة والفرحة التي ستكون في حياتها الزوجية وتدل على أنها إمرأة قادرة على تحمل مسؤولية أسرتها ويدل على الفرحة التي تكون في حياتها المستقبلية أما تفسير مشاهدة النكاح في المنام للمتزوج عندما يرى المتزوج أن النكاح في الحلم فإن هذا يدل على الرزق الذي سيحصل عليه وأصبح في مركز مرموق في عمله كما أنه يدل على أنه يقوم بعمل صفقات كثيرة وستكون مربحة ويدل أيضا على كثرة الأموال التي سيحصل عليها وعلى نجاح كل المشروعات والصفقات التي يقوم بها وعندما يرى الرجل أنه يتزوج بإمرأة غير زوجته وهو لا يعرفها فهذا يدل على أنه سيموت أو شخص سيموت على يديه وعندما يتزوج من زوجته مرة أخرى في الحلم فإن هذا يدل على خير وفير سيناله ويدل أيضا على فرحة كبيرة كما أن الزوج ذا الرجل المتزوج في الحلم يشير إلى السعادة والأموال الكثيرة الآن ما هو تفسير رؤية النكاح في منام المرأة الحامل عندما ترى المرأة الحامل أنها تنكح من رجل تعرفه فإن هذا يدل على أن موعد ولادتها قد اقترب ولكن عندما ترى أنها ستتزوج من رجل غريب فإن هذا يدل على أن زوجها سوف يحصل على وظيفة ومركز مرموط وتتحسن أحوالهم المادية وأما عندما ترى المرأة الحامل أنها تتزوج من زوجها مرة ثانية فإن هذا يدل على أنها سترزق بطفل ثاني في المستقبل إن الزوج للمرأة الحامل في المنام خير وبركة ستأتي لحياتها وتدل على الفرحة التي ستكون بها كثيرا ويدل على فرحة زوجها بها ما هو تفسير النكاح في المنام للأعزب؟ عندما يرى الشاب الأعزب النكاح في الحلم فإن هذا يشير إلى أنه على مشارف علاقة جيدة سواء خطوب أو زواج كما أنه يدل على الراحة والرزق الوفير الذي سيناله في حياته وعندما يرى الشاب أنه يتزوج من مرأة غريبة لا يعرفها فإن هذا يشير إلى الحظ السعيد الذي يحالفه في حياته ويدل على المستقبل الناجح له وعندما يشاهد الشاب النكاح من إمرأة يعرفها في المنام فإن هذا يدل على المكاسب الكثيرة التي سيحصل عليها من كافة الأعمال التي يقوم بها كما أنه سوف يحصل على أعلى المناصب في أعماله ويدل على أن فرحة كبيرة في المستقبل وحياة مبهجة ومزدهرة تنتظره